نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء تفيد اعتزام الحكومة تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد أهل البيت لصالح مشروعات استثمارية وتوصل المركز مع وزارة الأوقاف والتي نفى تلك الأنباء نفيا قاطعا مؤكدة أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تنفيذ خطة لهدم وإزالة أي مسجد من مساجد أهل البيت وشددت الوزارة على أن كافة مساجد أهل البيت قائمة كما هي دون المساس أو الإضرار بأي منها لما لها من قيمة دينية وتاريخية تجعلها تحت بمكانة عظيمة مشيرة إلى اهتمام الدولة بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير وترميم مساجد أهل البيت على نحو يتماشى مع طبيعها التاريخي والروحني وبالتوازي مع التطوير للخدمات والمرافق ترجمة نانسي قنقر